إلى موضوع آخر مشاهدين أثار العديد من التعليقات منها ملك الكاتشب حريف الشيطان هذه دماء المستعمرين تاريخيا بحور دماء الإمبريالية البريطانية هذه نماذج للتعليقات على هذه اللوحة هذه اللوحة الرسمية الأولى للملك البريطاني تشارلز الثالث بعد تتويجه في سن الثالثة والسبعين اللوحة كما تشاهدون غارقة في اللون الأحمر أثارت موجات من السخرية على مواقع التواصل منذ كشفة عنها في قصر باكينغ هام قبل نحو أسبوعين وتعرض الآن في معرض فيلمولد في لندن حتى الرابع عشر من يونيو المقبل هي اللوحة الملكية الأكثر حداثة هكذا قال الفنان جوناثين يو دفاعا عن إنجازي طبعا هي الأكثر حداثة لكنها أيضا لأشهد قدرة على إحداث الصدمة الملك نفسه صدمة عندما أزاح الستارة عنها حتى أن الكاميرات التقطت لحظة جفوله وهو يرى نفسه بالحجم الكبير سابحا في الأحمر أو في جحيم دانتي كما كتب البعض فألهمت اللوحة طوفانا من المينز رسام البوريتريهات الشهير قال إنه كي يتجنب سيطرة أحمر بدلة الملك العسكرية والمرصعة بالأوسمة والنياشين قرر أن يشبع اللوحة بهذا اللون الناري يقول ربما تأثرت بإصابتي بذبحة قلبية خلال رسمها كشف جوناثن يولي صحف بريطانية قبل أن يؤكد أن صحته ليست سبب اختياره أن يغرق الملك تروز بالأحمر بل هو تعلق الشديد باللون أربع ساعات أمضاها يوم مع الملك نفسه مقسمة على أربع جلسات قرر الملك خلالها أن يضيف لللوحة فراشة إن كنتم ترونها تحوم فوق كاتفي كرمز للتحولات والإنبعاثات لكن تعليقات الجماهير قضت على رمزية الفراشة وركزت على التاريخ الدموي والجحيم الملكية والكاتشوب ترجمة نانسي قنقر